السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفيق للجميع ان شاء الله البطولة العربية الستة وعشرين يبدأ بعد قليل نهائي السباق اربعة كيلو نشيئات انطلق السباق سباق قوي جدا للغاية اربعة كيلو نشيئات البطولة العربية الستة وعشرين لاختراك الضحية عمان الاردن سبعة تلاتة الفين اربعة وعشرين وزي ما احنا شايفين في المقدمة يا سادة المغرب والجزائر المغرب والجزائر حتى الان في المقدمة من سيفوز ويحصل على المديلية الزهبية الزهب للزهب شاهدنا في النسخة الخمسة وعشرين لاختراك الضحية في القاهرة كان فيه نفسة قوية جدا بين الجزائر والمغرب وانتهت لصالح المغرب بالفوز بالمركز الاول والسانة جزائر لكن فردي كان فيه نسرين العبادي حصلت على المركز الاول في النسخة الاولى فيه كلام تاني هنشوف البطولة العربية الاردن زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الان منفسة قوية جدا بين الجزائر الجزائر والمغرب المغرب في المقدمة يا سادة يا ليها المغرب والجزائر من سيفوز ويحصل على الزهب الزهب للزهب يا السلام على القوة والسرعة والتحمل يا السلام هنشوف مين سيفوز ويحتل المركز الاول حتى الان يا السلام على القوة والسرعة والتحمل الزهب للزهب زي ما احنا شايفين يا سادة في المقدمة حتى الان المغرب في المقدمة حتى الان يا ليها الجزائر يا ليها الاردن مشيين بلوك واحد باسم الله ما شاء الله المغرب والجزائر زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الان من سيفوز ويحصل على الزهب من سيفوز ويحتل المركز الاول يا سادة القوة والسرعة والتحمل من سيفوز ويحصل على المركز الاول هنشوف زي ما احنا شايفين حتى الان منفسة قوية جدا منفسة قوية جدا المغرب الجزائر الأردن ثلاثة منتخبات حتى الآن منفسة قوية جدا هنشوف من سيفوز ويتوج بالذهب من سيفوز ويعصل على المدينة الزهبية القوة والسرعة يا سادة سباك 4 كيلو نشئات هنشوف خلاص حسم الأمر المغرب المقدمة يليها اتنين من الجزائر النسرين العبادي بطلة قوية جدا وفاطمة دحماني هنشوف منفسة قوية حتى الآن في الأمطار الأخيرة فاضل 500 متر وينتي السباك هينتي لصالح مين هنشوف زي ما احنا شايفين الكادر جايبنا ويا على السرعة والتحمل زي ما احنا شايفين في الأمطار الأخيرة والمغرب يفوز على الجزائر في آخر عشرة متر ألف مبروك المركز الأول المغرب أربحتاشر زيرو أربعة ألف مبروك للبطلة الجزائرية المركز الثاني أربحتاشر زيرو خمسة ألف مبروك للمركز الثالث المغرب أربحتاشر أربعة وثلاثين بالتوفيل الجميع إن شاء الله زي ما احنا شوفنا الكوة والسرعة والتحمل آخر عشر أمطار منافسة قوية جدا بين الجزائر والمغرب منافسة قوية جدا بين الجزائر والمغرب وانتهت للصالح المغرب في المركز الأول يليها الجزائر في المركز الثاني الله على السرعة والتحمل يا السادة زي ما احنا شوفنا منافسة قوية جدا والتتويج الفردي المركز الأول المغرب يليها الجزائر الثالث المغرب جماعي زي ما احنا عارفين المركز الأول المغرب الجزائر الأردن بالتوفيل الجميع إن شاء الله شكرا